رغم النهج المتشدد الذي تبديه إدارة الرئيس جو بايدن تجاه الصين إلى أن فتح قنوات تواصل وتقارب ما زالت ممكنة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أكد أن بايدن يرحب بأي فرصة لتباحث أكثر مع نظيره شي جي بينغ وأكد أن بايدن قال إنه لبديل عن اللقاءات الشخصية وأشار سوليفان إلى أنه من المرجح أن يشارك الرئيسان في قمة مجموعة العشرين التي تصدفها إيطاليا في أكتوبر الخلافات بين الجانبين كبيرة ولا تقتصر على السمرار التعريفات الجمركية التحدي الأكثر إلحاحا هو تهديد بيكين المتزايد لتايوان إذ يحذر كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين من أن الصين يمكن أن تغزو تايوان ويبرز موضوع القمع ضد متظاهرية الديمقراطية في هونغ كونغ كأحد الإشكالات المهمة يضاف لذلك عسكرة الجزر في بحر الصين الجنوبي الذي لا تعترف واشنطن بسيادة بيكين عليه ولا تقتصر المشاكل بين البلدين على ما سبق لتشمل الانتهاكات الصينية ضد مسلمي الإيغور وقضايا المناخ ترجمة نانسي قنقر